حلم الدولة الفلسطينية يوشيكوا يصبح واقعا بعد كسب القضية تعاطفا دوليا متناميا تجسد في سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية في المنابر الدولية اللجنة الأممية الثالثة لحقوق الإنسان وشؤون الإنسانية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتأييد من 167 دولة واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية موقف اللجنة الأممية الثالثة سبقته موافقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني بشأن ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع كما صوتت اللجنة الثانية في الجمعية العامة الأممية لصالح قرار ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية الانتصارات الفلسطينية المتتالية تأتي في سياق توافق عربي في قمة لم الشمل على تشكيل لجنة اتصال وتنسيق تحشد دعما دوليا لتمكين الدولة الفلسطينية من الحصول على الرضوية الكاملة في الهيئة الأممية